السؤال الأول في هذه الحلقة من سائر كريم يقول زوجتي اختبرها الله جل جلاله بمرض سرطان الثج وسبل العلاج المتاحة منه يتميز فيها الأطباء الذكور دون الطبيبات ولا نكد نيد طبيبة لها باع في هذا المجال فهل علينا من حرج إذا لجأنا إلى طبيب رجل على حساسية الأمر نعم توجد طبيبات لكننا لسنا على ثقة من مستوى الحزق والمهارة والبراعة في هذا المجال والقلق على الصحة والمجازفة بها ليس بالأمر السهل الذي تطيب به نفوسنا على كل حال نحن إذ أن نقف حيث يوقفنا الله ورسوله أفتونا مأجورين هل لنا رخصة في هذا أم لا نقول للسائل الكريم أولا أسأل الله جل جلاله أن يمسح على زوجك بيمينه الشافية وأن يجمع لها ولكم جميعا بين الأجل والعافية اللهم أذهب عنها الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سقما لقد جاء يا رعاك الله في إقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن داوات الرجل للمرأة ما يلي الأصل أنه الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن لا يطلع من جسم المرأة إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وأن لا يزيد عن ذلك وأن يغضى الطرف قدر استطاعته وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخدوة إذن يقدم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تقدم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثم الطبيبة غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم إذا كانت الطبيب المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك وكان رخصا جاز ذلك وكان رخصا فصفوة القول يا رعاك الله أن تدخل الطبيب الحاذق الماهر إذا كانت الحاجة ماسة إليه لكون الحالة حرجة ولا تحتمل المجازفة بالتعامل مع غير الحاذقين يعد رخصا لكن لا يلجأ إلى ذات كانت هذه الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والحذق والمهارة لا يخف أن تطبيق ذلك أن تحقيق المناطف مثل ذلك من مسائل اجتهاد التي يعتر الناظر فيها الخطأ والصواب يعتر الناظر فيها الخطأ والصواب فأتمروا بينكم بمعروف وتشاوروا مع أهل الخبرة واستلهموا الله الرشد وما اشتور قط في أمر قط إلا هدو إلى أرشد أمرهم أخدم بنص الخطيب الشربيني في مغن المحتاج يقول واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر هو حيث لا حاجة إليهما وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملحة إلى ذلك لأن في التحريم حرجا فللرجل مداوات المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلمة فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل إلى أن قال ويعتبر في النظر إلى الوجه والكف مطلق الحاجة وفي غيره ما على السوأتين تأكلها وفي السوأتين مزيد تأكلها بأن لا يعد التكشف بسببها هكا للمرؤة كما نقلاه عن الغزاني وأقرأه طيب ترجمة نانسي قنقر